في فيديو النهاردة عزيزي المشاهدة نتعرف على نظام الصعود للدور الالماني الممتاز اول حاجة عندنا الدور الالماني بيتكون من 18 فريق كل فريق بيلعب 34 مباراة وعندنا الدرجة التانية برضو بيتكون من 18 فريق وكل فريق بيلعب 34 مباراة عندنا اخر مركزين في الدور الالماني بيهبطوا رسميا الى الدرجة التانية وعندنا الفريقين اللي هبطوا هذا الموسم هو فريق كولن وفريق درامشتاد لكن عندنا صاحب المركز الاول والتاني في الدرجة التانية بيصعدوا رسميا الى الدور الالماني الممتاز وعندنا الفريقين اللي صعدوا هم سانت باولي وعندنا فريق هولشتاين كيل دولت اللي صعدوا رسميا الى الدور الالماني الممتاز لكن عندنا صاحب المركز الستاشر في الدور الالماني ده ممكن يبقى في الدور الالماني او يهبط للدرجة التانية وده يتحدد بعد مباراة البلاي اوف اللي هيلعبها امام صاحب المركز التالت في الدور الالماني الدرجة التانية طبعا المباراة تتلاقي بنظام الزهاب والعودة عندنا في الموسم ده فريق بخوم وصاحب المركز التالت في الدرجة التانية هو فريق فورتونة دوزلدورف فبكده هنشوف مواجهة ما بين بخوم وفريق فورتونة عندنا يوم تلات عشرين مايو الفين اربعة عشرين عندنا مباراة الزهاب هتكون ما بين فريق بخوم وفورتونة المباراة هتكون على ملعب فريق بخوم مباراة العودة هتكون يوم سبعة عشرين مايو الفين اربعة عشرين والمباراة هتكون على ملعب فورتونة